بس انتو قلت لي فيه ايجابيات؟ طبعا ايه الاجابيات؟ طبعا ايجابيات النهاردة؟ شمي باش احنا بني يعفلنا كذباتها سفر اكيد عمدها ايجابيات طبعا اقولتلك هو فيه فيه جزء ايه اللي تسبب فقدم الراجل خلي بالك النهاردة احنا بنتكلم لان احيانا بعض الجماهير مش جماهير النادي الاهلي بس يعني بتغضب لما تيجي تتكلم اقولك انا كذبان تلاتة والطلب تنطقدني هي القصة انه النهاردة مارسل كولر الراجل تحلى بمنطقية شديدة جدا جدا حمى الكل وحمى نفس سؤاله انا عندي اخطاء وهاعد مع لعبتي مقالتش حتى هيقول ايه قال انا هاعد مع لعبتي حتى سؤاله عن افشا ايه سر غضبه قال انا هاعد مع كل اللعبة مش بس افشا انا هاعد مع كل اللعبة عشان اتدرك الاخطاء اللي النهاردة معظم اللي طلبته مسنفسش اللي بعد نتكلم بقى في الايجابيات اللي كانت عند النادي الاهل النهاردة مع فريق لما يكسب 3-0 يا كريم لازم يكون عنده ايجابيات وإلا وإلا يبقى في حاجة غلط يعني زي فريق يكسب 3-0 ومعندوش ايجابيات صحيح كمل بص بقى كمل ماشيالي ماشيالي الحالة اول نشك وقف هنا بس وقف هنا وقف هنا زي ما اتكلمنا زي ما اتكلمنا يا كريم وقلنا ان الضغط العالي لما بيتضرب بيقفوا مشكلة والضغط العالي ده كان ناجح خاصة في الشوت الاول زي مباراة المحلة الاهلي خلص في اول نص ساعة دي واحدة من اهم الايجابيات الاهلي ما بقاش بينتظر خلي بالا الاهلي ما بقاش بينتظر كانت مشكلة ان لدي الاهلي الموسم اللي فات الاهلي بينتظر يتأخر في المباراة المنافس يرجع تكتل الحلول بتبقى اصعب المساحات اقل فبالتالي بقى عندك مشاكل كبيرة جدا جدا انت مش قادر تحلها لان انت اتضغطوا بتريدت توطى الاهلي تدرك ده عمارس الكولا المباراة المحلة رغم صعوبة المباراة المحلة بيقادي موسم جيد مع بابا فاسيليو تخلص المباراة في اول نص ساعة النهر ده في ديها 32 كنت برضو اول هدف اللي نادر قالي واحد في ديها 12 وواحد في ديها 32 خلصت المباراة في اول نص ساعة ده كان نتيجة ايه نتيجة الضغط العالي انا قلت لك وقف هنا ليه انه اتنين اربعة ست لاعبين ضغط عالي جدا اربعة كانت على خط واحد لقفل كل مسارات التمرير لحد النقطة اللي تقتمن شوية طالما ده غط عالي لازم تجيب الكورة فانشوف الكورة بتجيب بعد قد ايه عد على ساعتك من خمس لست ثواني لازم تكون الكورة مقطوعة ليه بتكون الكورة تقطعت يا كريم لان بجبر الخصم على توجيه الكورة في مساحة معينة ما بخلوش يطلع بالباص بشكل مريح فبالتالي سهولة استعادلت الكورة بتبع عند النادي القاة الضغط ناجح استعدت الكورة بسرعة كمل الحالة لما باستعيد الكورة بسرعة وانا قراردي عندي كسافة عددية في الجزء الامامي يبدو بعد قلبي حلول ابتلي ادور هنا اه مك متخلاص لك اللي بعدين هتخلاص اللي بعدين هتحصل بشكل دقيق اللي بعدين هتلى الحالة اللي بعدين بص نفس الكلام بص كريم بص لو كريم الفرق ما بين الضغط في الشوت الاول والضغط او بص الشراصة الدخط بتاع بيرسي تاو في كرة الجود الاول. الباس الهينا وقفل هنا ارجعت هنا ارجعت هنا. بصك كريم. الجدن هنا لبيرسي تاو حلوة الجدن مش في الناس شايفته انه بيرسي تاو اللي جاب الجدن. لأ حلوة الكون. بيرسي تاو. اطع الكور. ده رقم واحد. اعمل تلات حاجات. اطع الكور. كم. كمل قبل القطعة. قبل القطعة لاتت. ده خلينا شوفها بقى بالمر. يلا يلا يلا. بس. 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 اهو. الراجل هنا مسار التمرير اكبر يرجعها الورا صبر الرحيل لما روان عاطية دخل دخل قطع ادي واحد اتنين فضل صابر على الكورة لحد ما بقى احمد عبدالقادر في مكان يسمح له ان ينفرد قبل التسلل ادي اتنين تلاتة هتوقف قبل ما يشوت عبدالقادر واقف هنا واقف هنا التلاتة التحرك هو الجول لطبيعي انه احمد عبدالقادر يحطها تخش جول الرجل واقف مركز راح كمل بقى بص الضغط فيه بص الضغط فيه بص واقف في اتجاه الكورة هو لما مش واقف هنا هتطلع عادي في اربع مدفعين وقفين من الاتحاد التحرك بتاع بيرسي تاو هو اللقطة التالتة الجميلة اللي قدمها بيرسي تاو عشان يكافأ بان الكورة يتم تسجيلها بشكل ده ويبقى المبارات تانية على التوالي بيرسي تاو بيسجل معنى ممكن اوني حاجة في اللقطة دي اتفضل ممكن انا اتجعها شوية يا جماعة عند عبدالقادر عشان عايز افاصل شوية معجيمي في الحتة دي لسه كنت بتكلم من شوية على فكرة انه انا لاعب نادي اهلي لاعب دولي طبعا لما نفرد وما جيبش الكورة في الجول تمام انا بتكلم على دي وبتاعة قفشة اللي بعد شوية اللي قفشة برضو تصرف فيها وروغ بشكل جيد بس انا ما بفهمش اللاعب في مواجهة المارمة زي كده وما يجيبش جول يعني الكورة دي كانت عضيها يعني ما كدش مش كده اتعب قادر الازالية الكريمة مش عب انا بقى انا مش بقى ولا عبدالقادر عشان عشان بس ده مشكلة معظم القبل في مصر انا عايز اجيب جول شكله حلو طب ما جيب اتقدم الاول جيب جنيه تلاتة بعدين جيب جول شكله حلو ما بيعرفش اخد يعني اخد قرار انك تصوف في مرمى خالي ايه ده قبل ما يطلع له اه بزرد هو استنى كتير اول حد ما طلع له المهدي سليمان بقافل عليه طبعا اتطرر يرقاصه لا والمدافعين رجعه طبعا انت كنت تسبق كل الناس دي انت كنت انت رايح منك وان توان موقف واحدة لو واحد ليه تخلي واحدة على اربعة قزمة وكرا وكرا بتاقفش على فكرة الجون التالت نفس كس محاول شي خلص اخراد من بدري جدا ممكن تتحطه على الارض جوت الحالة اللي بعديها ارجع ارجع ما هي اه هو هو اجب عليك على تو ارجع 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 لان انا عايز اتكلم على خاجة فعال لقى. يا رجع يرجع يرجع. يرجع. اه 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 اه. قبل. لا من اول بس. واحدشه. صنعين اللعب. من محمد مجدي افشا وبرونوسافيور. اثنين اللعب في مركز صناعة اللعب. الرجل نازل على السننة. صنع كرطين بهدفين? واحدة الهدف وهدف شد. والتانية الهدف بتاع. محمد مجدي افشا اللي عمل باصلي اكرم توفيق. بص هنا دي حلو قوي ارجع بقى ارجع ارجع. معلش 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 ارجع تاني. الاولانية هو اجبر علي انك عبرت في رجلو. الترقص الاولانية. ايش. اتا ما ارجعش. هرجع. هرجع لك هرجع. التانية حلو قوي. اه. بص 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 البص. البص ده اخو قبليها على طول. بتلات دقايق. بص تاو. امفراد برضو من نفس المضيقات. برضو قاعد يليف حاولي نفسه. عمل نفس مشكلة. لازم ترقص. لازم ما تشوط يا جماعة. هي دي بقى الحلو قوي. دي الحلو قوي لانه كان اي اي قرار تاني غير ده. اه. كان هياخدها المهدي سليمان. اتقطعت. التكملة كمان مهيزة جدا من اكرم توفيق. انه دخل توقع انه هيبقى زاوية بقفولة على محمد مجدي افشا. ودخل فيه اللي قدر اسجل فيها. اللي بعدي. يلا. اللي بعض. الحالة اللي بعدي. نفس نفس الكلامة نفس الكلامة كريم. نفس نفس الطريق. بص الضغط اللي حدي فنا يا كريم. هنا الضغط الايجابي. زي ما كنا بنتكلم على مشاكل الضغط. هنا الضغط. هنا الضغط بكل حتة في الملعب. اللي الاهلي بعملو حلو قوي دايماDe الشروط الاول. التركيز بيقل بعد التسجيل وتقدم في النتيجة. التركيزrices مش ليقت. التركيز. لا لا الاهلي بيكمل حدا تسعين. بدين نهين كوائس. التركيز بيقل الحوافز بتقل. انا ببجريش ولا المكسب. فالحوافز وحدة الضغط بتقل. فده اللي بيتسبب في انه الضغط بيكون بعدد لكنه سلبي. كم. 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 نفس نفس الشغل اللي كنا بنتكلم عليه. ونفس المشاكل اللي كانت موجودة هي هي. وكده احنا بترينا نجيب. اه وقف هنا. واحدة من النقاط الاجابية جدا الكريم النهاردة. مرسيل كولر بتماس بحاجتين من دول يوم الاول. اللعب المباشر. ازاي اوصل لنص ملعب المنافس بقل عدد من التمريرات. عشان كده هو كان منتظر رجوع محمد عبد منعه ونتولي بفارغ الصبر. بص هنا الخروج على الخروج على متولي. بص كمان بص كمان بص دربت كام لعيب حقيت كام لعيب من الاتحاد. اربعة. اربعة لعيبة وقابلهم واحد اللي كان بيدغط. خمس لعيبة بتلات تمريرات. دي كررت مرة واثنين وتلاتة مع النادي الاهل النهاردة. اللعب المباشر والخروج من المرم. دي التانية اللي كنا بنتكلم عليها بتاعك حسين الشحاتة كريمة. ليه عايز ترقص برضو? نفس الازمة. رغم النهالة جاي لها على عدلته. وكل حاجة. والبص ممتاز. اه. الجاي لك الكرة تحت رجلك. ومعاك مساحة تفكر. ومعاك مساحة تحطها. تحطها من بدري. تحطها لما جوني تعالك. تلات تلات انفراضات للاهل النهاردة كل اللي جالهم من الانفراضات عايزين يرقصه. لقطت الجول. اه. ولقطت افشا ولقطت تاو. اه. ليه? ده ده واحدة من الحاجات. انا متأكد ان مارسي الكولر هو بره عمالي يسرخ. يعني اكيد برضو مارسي الكولر ما قلومش ما تشوتش روح رقص. اكيد ما بيقولش كده. هو اكيد بالنسبة له تاني. احنا قلنا مدرسته ايه اللعب المباشر. اه. خلص نفسك. سجل. خلص المباراة صلتا للمباراة. ممكن الاتحاد يرجع فيها براك لتين جزاء. صح. فانت ليه بتصعب الامور على نفسك? ودي كانت من اسباب اللي قدت لتصريحات مارسي الكولر بعد المباراة عن عدم رضاه عن ما تم تنفيزه في الملعب وده طبعا لقطة لقطة الهدف واحدة من حاجات مميزها لنادي الاهلي مع مارسي الكولر في الحالة الهجومية بشكل اكبر من الحالة الدفاعية الحالة اللي بعديها الحالة اللي بعديها تاني الخروج والتر كريم فقط كان جواه كمان. جواه صنص دوة. البليتريشن بتاع كريم. لان البللياتريشن بتاع كريم دة انا ا لبيدوّر عليها دايما بus كريم في رايح فين. كمل كمل لحد ما ماشي. كمل. 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 دي احلى لعبة من نادي أهل في المباراه. لان دايما ده اللي بيطلبه مرسل كوله دايما. التكملة بص التكملة. بص بص الرجل داخل مكمل لحد فين? دخل عليها كريم فؤاد متواجد فين يا كريم. جوه التمنتاشر ده مكمل تعراس حربة. صح. كريم فؤاد النهاردة طوال المباراة. يبقى تواجد في العمق في العمق على التمنتاشر يبقى يكمل. بص احلى كرة اتنفزت للاهل في المباراة. ما كانش ينقصها غير ان كريم فؤاد يلمسها. يلمسها بس. فدي واحدة من الحاجات اللي اثرت النهاردة يا كريم. سراكة هتبقى كلها مشالية. طبعا. طب اعمل كل بص الكروس من شادي دخل برسيتها وحطها بالعرض على رأس وحطها بعيد عشان تبقى بعيدة على المهد سليمان مساليا من الجميع. كان ينقصها لامس الكريم فؤاد. واحد ها دي اجمل لقطة من الاهل الاهل في المباراة. اتنين حاجة مهمة جدا 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 النهاردة اللي اثرت كمال على الاكرم توفيق رغم اننا. احنا دينا جرس امزال. محتاج يهدى ويلتزم بالمكان بشكل اكبر. يقلل ان دفاعاته ليس باس. لانه ده هيقصر عليه بشكل كبير. وعمل مشكلة النادي اهل في المباراتين. واحدة من الحاجات ان كريم فؤاد النهاردة طول المباراة ارتداده كان اقل. اتنين كان بيتواجد في العمقة بتواجدش على الخط. فكان سايب معظم الوقت اكرم توفيق لوحده. فده من الاسباب اللي اثرت عليه. وده اه يعني اجمالا كل اللي قدمه النادي الاهل النهاردة. سواء من ايجابيات قد بتلفوزه بالتلاتة صفر او سلبيات اه 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 ادت لغضب مرسيل كولر. اعظم.